طيب خلال الساعات الأخيرة يمكن تم تعيين طواقم تحكيم مصرية لمباراة مهمة جدا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وده تأكيدا للحمد لله لكل كلمة كنا بنقولها في الفضارات السباقة الفيفا بيعتمد على مين الكاف بيعتمد على مين كل كلمة قلناها في تعيينات الحكام المصرية للمباراة الإفريقية بتتم من أول كأس الأمم سواء في الكوديفور أو حتى في المباراة المهمة سواء في تصفيات كأس العالم أو حتى في التصفيات الإفريقية قبل كأس الأمم في القدفور لو هستعرض معكم أبرز التعينات اللي تمت في الساعات الأخيرة من الاتحاد الدولي بعد إرسالها من الاتحاد الإفريقي لو نبدأ كده بالجولة التالتة من التصفيات كأس العالم مباراة مالي وغانا مطش مهم جدا وصعب جدا يوم 6 يونيو في الشهر المقبل المباراة هيدرها أمين عمر الحاكم الدولي مع أحمد حسان طه مساعد أول محمود أبو الرجال مساعد تاني أحمد الغندور حاكم رابع ركزوا جدا يعني مع التواقم دي لديه التواقم اللي ممكن تشتغل كأس العالم في أمريكا عشرين ستة وعشرين لو الأمور مشت بنفس السياق نروح للمباراة تانية ودي المباراة اللي هتتلاقي في الجولة الرابعة مباراة جنوب إفريقيا وزنبابوي يوم 11 ستة مباراة صعبة جدا أيضا في جوانيسبرج هيدرها الحاكم الدولي محمد معروف معاه سامي هلهل يوسف البساطي والحاكم الرابع محمود ناجي المباراة الثالثة هتبقى أيضا يوم 11 ستة في الجولة الرابعة وأيضا مباراة قوية جدا أنجولا والكاميرون هيدرها الكابتن محمد عادل معاه مساعد أول أحمد توفي طلب مساعد تاني هاني عبد الفتاح والحاكم الرابع الكابتن محمود البن لفت انتباهكم حاجة مهمة نفس المجموعة اللي كانت بتدير في كاس الأمم أمين عمر محمد عادل محمد معروف دي الحكام الأساسية اللي بعتمد عنهم الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي ونسب تواجد طاقمين في كاس العالم 2026 هيكون من التواقم دي مع وجود محمد عادل لو معاشرة دولية للفار في كاس عالم 2026 مع استمرار محمود عشور لو فضل لـ 2026 حكم فار أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدا لكل كلمة بنقولها في هذا الشأن الأيام بتثبت لحضراتكم بالتعينات اللي بتتم من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي طيب نروح بها لشيء